من أحد أعظم ساحات عصر النهضة هي مصلة باتزي في كاتدرائية سانتا كروتش ونجلس الآن على مصطبة تمتد على طول الجدار والتي كانت تستخدم في الأصل كغرفة يجتمع فيها كهنة الكاتدرائية أي كانت غرفة اجتماعات لكهنة سانتا كروتش وكانوا يجلسون في المكان الذي نجلس فيه الآن أي خارج الأروقة بالضبط والذي كان يعد مكانا تقليديا لغرفة الاجتماعات إذن ننظر الآن إلى مكان يمثل تجسيدا لفن العمارة في بداية عصر النهضة والذي قام بتصميم برونلسكي بالرغم من أن عملية البناء قد انتهت بعد وفاته وفي هذا المكان يمكنها رؤية كافة العناصر التي ابتز بها فن برونلسكي متمثلة في استخدام لون الأخضر الرمادي المستخرج من صخور بيترا سيرينا والذي يبرز عناصر الزينة على الجدار لكن لا يكتصر الأمر على ذلك بل وتبرز الجدران نفسها وفضاء الغرفة ومدى انتشار هذه الأشكال الهندسية الكاملة نلاحظ الوهلة الأولى المستطيلات والمربعات والدوائر وأنصاف الدوائر لكن عندما مشيت داخل المبنى غمرني شعور وكأنني أسير داخل معبد روماني قديم حسناً إذن إن هذا الجزء من المصلى أقرب ما يكون لفراغ مركزي والذي يشابه في تصميمه مبنى البانيثيون كما ويتجل هنا اهتمام واضح بالأشكال الهندسية الكاملة والتمثيل المركزي والتي نراها مماثلة في العمل الهندسية القديمة لذا أعتقد أنك محقا وأعتقد أن برونسكي كان يعمل بجد على خلق هذا النوع من الكلاستيكية وإعادة أحياء مبدأ وأفكار روماني القديمة دعونا نتأمل هذه الأعمدة البارزة الرائعة وهذه الجدران الشاهقة والقبة النصف كروية ذات النوافذ التي تخترقها لتبعث خلالها هذه الإضاءة الجميلة إلى المصلى كذلك نرى القبة قد أجلست على خصيرة مثلثة الشكل وهناك أيضاً أيقونات مستديرة تم صنع هذه الأيقونات من الصلصال وهي ربما كانت من صنع لوكا ديلا روبيا والذي أتقن مهارة إشعار الصلصال بدرجات عالية بما يكفي لا يصبح كالزجاج وتظاهي الطرق التي استخدمها طرق التسجيج الحديثة بالنسبة إلينا بالتأكيد يبعث هذا التصميم شعوراً قوياً بهذا الفراغ المخطط بشكل محوري فقد أراد الفنان خلق فراغ لا يظاهر كالتدرائية فهذا مجرد غرفة الاجتماعات وليست كنيسة لكن أراد الفنان تصميم مثل هذه الفراغات المخططة محورياً والتي كانت محظة اهتمامي واسع بين كبار فناني عصر النهضة أمثال بارامنتي وليوناردو دافينشي بينما تسير خلال هذا الفراغ أمرك هذا الشعور بأنك قد تسير في بيئة منشأة ومنظمة ومصممة بشكل دقيق للغاية فهذا فراغ محدد النسب بينما نجد بقية العناصر أقل مكانة وتابعة لمفهوم العام للتصميم الكلي تحدث عن هذا الفراغ كما لو كان يقع في مستوى المركزي لكنه ليس كذلك بشكل كامل إنه ليس كذلك إذ يبدو أعرض بقليل وعند النظر إلى قبة المركزية والتي تطغى على المكان نرى قوسين صغيرين على كل تلجهتين لقد قام بتحويل المساحة المستطيلة إلى مربعة قدر الإمكان مع قبات تعلوه وقام بتصميم قوسين على كل تلناحيتين ولا يتجل ذلك في الشكل الهندسي لهذه القوسين بل أيضا في الأجزاء البارزة أسفل هذين القوسين قامت القبة بإنشاء فراغ يطقى عليه الإحساس بالكلاسيكية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة